هنّا الرئيس عبدالفتاح السيسي كل المصريين بملاسبة عدي الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير داعياً الجميع لاستنهاض الهم من أجل مستقبل أفضل تستحقه مصر وأكد رئيس السيسي على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن يوم الخامس والعشرين من يناير سيظل خالداً في ذاكرة المصريين يذكرنا ببطولات رجال الشرطة الذين قدموا في موقعة الإسماعيلية عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن مهما كانت الصعوبات وأضاف رئيس السيسي أن هذه هي الروح التي استلهمها أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية فقدموا أرواحهم لتخليص الوطن من آفة الإرهاب وفتحوا بدمائهم الطريقة أمام التنمية والعيش الكريم لأبناء الشعب وهو ما طالب به المصريون في ثورة الخامس والعشرين من يناير